حال الناس مع المشكلات قلنا ثلاث أشياء أول شيء النفي والغفلة ما عندي مشكلة أصلا من قال لك أني عندي مشكلة يا أخي ترى في مشكلة الآن صايرة في بيتك كنت ما تشعر على سبيل المثال زوجة أو زوج انشغالك الكبير عن زوجتك سوف يؤدي إلى آثار نفسية خطيرة عليها عوضها يا أخي حتى لو عملك يتطلب هذا الأمر أو العكس نقول للزوجة اللي انشغلت بأولادها عن زوجها قد تكون النتائج وخيمة بالنسبة لك وليس بالنسبة له فلازم تنتبهين زوجك يعني مين هذا أولاده يا أخي بعد أولاده تقول للكلم هذا إيه أولاده وأولادك ولكن هو يريدك أمة لأولاده وزوجة له فهو يحتاجك يحتاجك فلازم تنتبهين له التغافل سوف يؤدي إلى التراكم والتضخيم أو أقصد التراكم المشكلة وإذا صار في تراكم لا نستطيع أن نحل المشكلة بعدين الأمر الثاني اللي هو التضخيم والتهويل يعني والله مشكلة كبيرة ما نبعارف كيش أسوي أكيد المشكلة هذه خاصة ما أقدر أحلها والله يا إخوة أذكر شخص متزوج من امرأة صالحة مستورة يعني أعرفهم اثنينهم وامرأة تقوم في بيته يعني مو فقط كما تقوم الزوجة بل كما تقوم الخادم وأكثر من ذلك يعني تعمل أعمال ما تخيلهم كيف في خدمته ومع ذلك الأسف وأنا جارس معاه أنا حاسم أني ملخبط أحسن طريق أني أطلقها واتزوج من جديد شاهد كيف رؤية بسيطة جدا وليست مدل على عقل ولا ثقل ولا حتى ما يخالف خالي أقول ولا رجولة لأن من الرجولة أن تحفظ حق هذه المرأة اللي أنت خدت من بيت أهلها وتكرمها وتعرف أنها إذا فعلت كل هذا لك مم صحيح لأنك أنت ملخبط ومعارف كيف تتعامل مع مشكلة تضحي بزوجتك إذن هذا التضخيم أو التهويل قد يؤدي لليأس واتخاذ قارات غير جيدة ثم يجينا الثالث اللي هو الاعتدال والتوسط طبعا هذا الطبيعي أنه سيصل لأحد الحلول الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل خلنا نتقبل أن يوجد عندنا مشكلات وهذا أصل إذا تقبلنا أنه في مشكلات ما عندنا مشكلة أننا نحاول نعالج هذه المشكلات لكن إذا ما تقبلناها سنصل لليأس الذي سنتخذ وراءه حلول غير جيدة ترجمة نانسي قنقر